اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت عاساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة لتوقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية تسعة عاش اثنين بس بالنسبة لكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية ثلاث اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية تراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم سبعتاش اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية عشرة ثلاث بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصيره بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدولا اللي احنا حكيناهن طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي يرتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حاضرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث أسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مضبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة ايام أو خمس ايام وبعده بخمس ايام بتكثر فيه احداث العنف بتكثر فيه التفجيرات بتكثر فيه المصائب بتكثر فيه الاحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا ان الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة امامية زحل موجود برضو في الجدي حركة امامية اورانوس في الثور حركة امامية نيبتون في الحوت حركة امامية وبلوتو في الجدي حركة امامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الابراج لانه هسه بس نذكر توقعاتنا للابراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من اشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسه للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وان شاء الله انها تكون مفيدة لالكو وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفة لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية هاي الفترة تتركز كلها على العلاقة مع الاخوة ومع الجيران والفرصة لشراء سيارة او اجهزة الكترونية هاي فترة ممتازة للتواصل مع الاخرين والتنقلات والسفر والدراسة او زيارة بلدك الام او المؤتمرات وبتفتح امامك ابواب الصداقات وبتسهل عليك معظم العلاقات الاجتماعية كل شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني شراء سيارة او استبدال سيارة شراء هاتف نقال او كمبيوتر او مؤتمرات او محاضرات او ندوات واهم اشي انه بكون عندك قدرة على اقناع الاخرين تمتلك هاي الفترة سرعة بديها عالية جدا واللي عنده امتحان او مقابلة بينجح فيها بتقدر تدافع او تفاوض بقضايا بتخصك او بتخص غيرك وبتقدر تسوي الخلافات والمصالحات مع احد الاصحاب لكن بدك تنتبه وخاصة في الايام الاقل حض من التشويش اللي ممكن يسبب لك بعض الحوادث او الخلافات وخاصة مع الاهل او الزملاء او الجيران مطلوب منك الدبلوماسية والتكلم بهدوء لازم تكون حكيم بالفترة هاي الزهرة بتدعمك في مجال السكن والعقارات والعلاقات العائلية وممكن يقف الحظ في صفك عاطفيا وماليا وممكن يا تشتري بيت يا تنقل على بيت جديد ولما الزهرة يوصل للحمل بتصير فترة جيدة للنساء للدخول في الحمل اما بالنسبة لكوكب عطارد بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثنوي من الدراسة والمطالعة حتى في تقديم الامتحانات تقدروا تمارسوا هواية جديدة وفي منكو اشخاص رح يشتري سيارة جديدة او يستبدل سيارته ولكن اكثر شيء تنصب افكاركو عليه هي الامور العقارية والبيتية والعائلية وفتر التراجع عطارد رح تواجه صعوبة في اقناع احد افراد العائلة بوجهة نظركم وبالنسبة للمريخ بيحكي لك بدك تضبط اعصابك اثناء التعامل مع الغير لانه بكون عندكو استعداد التصرف بتصرفات متسرعة بعطيكو فائدة مالية ولكن في نفس اللحظة بيصاعد عليكو النفقات هذا كله يابل تسعة عشر شهر بعد تسعة عشر شهر بتزيد عليكو المسئوليات وبتزيد صعوبة كمان وممكن تكون تسبب لك مشاكل عائلية او بعض المشاكل الصحية لك او لغيرك وممكن تكون لأحد الاقارب وتكون صلة القرابة هاي بتأثر عليك حاول تستغل الفترة الاولى من الشهر يابل ما توصل لتسعة عشر شهر وفي النهاية الله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء